اشتركوا في القناة ويجاء هذا الترشيح ليؤكد عن المكانة العالمية الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين وبما تمتلكه من قيادات وخبرات وكفاءات متميزة تؤهلها لتتولى المسؤوليات والمناصب المهمة في مختلف المنظمات والهيئات الدولية كما أشاد جلالته حفظه الله بالجهود الوطنية المخلصة التي تواصل بذلها رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في خدمة المملكة وتعزيز دورها الريادي ومكانتها على الخارطة الثقافية والتراثية الإقليمية والعالمية وكذلك الحفاظ على التراث الوطني والمعالم الحضارية والثقافية وأحياء القيم والمورثات البحرينية الأصيلة من جانبها رفعت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه أسماء آيات الشكر والامتنان على الدعم لا محدود للثقافة ولترشيحها لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية كما أطلعت جلالته على الخطوات التي قامت وتقوم بها الهيئة حاليا للترويج لاسم مملكة البحرين عبر هذا الترشيح الذي يعكس أهمية المنجزات الثقافية للسياحة المستدامة وأبرزها مشروع طريق اللؤلؤ والتي حققتها المملكة في عهد جلالته تطبيقا لأهداف التنمية المستدامة التي تسعى منظمة الأمم المتحدة لترسيخها في العالم اشتركوا في القناة